في كل خيمة قصة وكل قصة تفوق الأخرى بحجم المآسي والمعاناة هذه حال النازحين في مخيم الهجرة بمنطقة الحبانية بمحافظة الأنبار صحيح أن الأزمة والمعاناة تجمعهم لكن تفاصيل كل قصة من القصص تختلف فهذه امرأة بقيت من دون معيل وهؤلاء أطفالها أمسوا يتامة فوالدهم مفقود وأخوهم قتل بالقصف دي عالة وزوجي أخذوا الدواعش صال لسنة ونص وراء ما أخذوا الدواعش عندي ابني المعين ليه نكتب كتب بالقصف وراح أمره 14 سنة وما عندي هسا أي معين عيني عندي بنات ورقبتي عائشات يريد مني المواد ما تكفينا العيشة صعبة علينا حال وهالي قاعدين بالمخيمات بهالبرد وهالبشي مش شتتين يعني عند جيرانهم في الخيمة الأخرى لا تختلف الصورة فهذا رجل عجوز تركه المرض طريح الفراش بعد أن استفحل به فلا دواء ولا عناية طبية ولا مستشفى يهتم به الحجي مريض طبعا مصاب من قبل أكثر من خمس تشهر تشينا محاصرين يام داعش في غضاء القائم فما يقدر نطلع ولا نروح هنا نرجع متابعة صحية وعلاج شي قادي ما موجود أبد ولا متوفر أريد أن نطلع على الجهة البغداد غير ما يقدر نطلع بعد فمجبورين فبقاني إلى ما تزايد المرض على الحج يعني يعني ساشونك وضعيته بعد سيئة يوم بعد يوم 2500 عائلة من شرق الأنباري وغربها أغلبهم من القائم وعانى ورعوة تلك المناطق التي أخذت تصيبا كافيا من الدمار والقتل والاشتباكات وبالتالي فإن هؤلاء ليس بيدهم حيلة إلا انتظار إعادة الإعمار المؤجل أساسا حتى إشعار أخر فلا مأوى ولا مسكن يلجؤون إليه في مناطقهم وما يفعله الأطفال هنا ليس سوى تمضية وقت ولهو لتقطيع الوقت وللهروب مما هم فيه واغتنام النهار قبل مداهمة سقيع الليل وجوع النهار أما من لا يستطيع فيحاول جاهدا كسر جدار الخيمة خلصة لاكتشاف عالم آخر لم يتعرف عليه بعد